خلاص دوري كرة طائرة أخيراً هيبتدي طبعاً بعد يعني عناء خيالوا اللعبة الوحيدة للدوري بتاعها بيبتدي في ديسمبر بكرة أول مباراة لفريق الكرة الطائرة مع الإعلاميين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي أهلي بالجزيرة نادي أهلي في الدوري أربع مجموعات إحنا وقعنا في مجموعة منهم معنا مين معنا سبورتنج الأهلي سبورتنج اليورب سكندريل البترول والزهور والإعلامية طب ليه اتحاد الكرة الطائرة الجديد برئاسة كابتن ياسر أمر ليه عمل كده عمل كده لأنه لو سابت دوري مجموعة واحدة هياخد مزيد من الوقت طب ده الوقت هياخد من وقت مين هياخد من وقت إعداد المنتخب في بطولة العالم ومنفكركم النادي الأهلي وحام اللقب بطولة الدوري السنة اللي فاتت بعد ما فازع الزمالك في المبارايتين ذهاباً وإياباً ويمكن كان أصعبهم الذهاب لأن احنا كنا خسرين مباراة من بتروجيت يعني مفاجأة خلتنا رايحين على مطش الزمالك في الدور الأول لو خسرنا منه يبقى كده بنسبة كبيرة جداً هنروح على مباراة الزمالك في الدور الثاني وهيكون محسوم الدوري ولكن استطعنا نفوز في الدور الأول عدلنا النتيجة يبقى إنا متساويين روحنا على الدور الثاني اللي يكسب وخسرنا كمان مطش قبل الدور الثاني خلي بالكوا تراعي الجيش في تراعي الجيش لو تفتكروا كان مطش تحصيل حاصل ما كانش يفرق لا بس كان يفرق ليه أنه بدل أو ما كانت كانت تحصيل حاصل ما كانش يفرق لأن انت كده كده كان لازم ولا بد تفوز على النادي الزمالك في المباراة النهائية وفوزنا على النادي الزمالك في المباراة النهائية فان شاء الله يبقى دوري جيد وفرقتنا استعدت بشكل كبير جداً لعبنا سموحة ولعبنا الاتحاد ولعبنا سبورتينج أيضاً لعبنا مع فرق كتير استعداداً لامطلاق الدوري كل التوفيق لكابتال محمد مصير حميد والمدير الفني واللاعبين وطبعاً على رأسهم نجمينا الكبار عبدالله عبدالسلام وحمد صلاح